الفقرة اللي جاية معايا فقرة trend trend احنا اختلفنا خلاص وقلنا وشرحنا فكرة top news والاخبار اللي معانا النهاردة في الفقرة دي فيه جزء مهم جدا على السوشيال ميديا الناس بتسأل على مواعيد مباريات الاهلي الفترة اللي جاية المشاركة القرية المشاركة الدولية ايه اللي جاي بالنسبة للنادي الاهلي النهاردة احنا جايبين لكم كل مواعيد المباريات اللي هالاهلي مقبل عليها في دور الابطال وفي كأس FIFA Intercontinental باليوم بالتاريخ بالساعة بالملعب نبدأ مع بعض بأول حاجة مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وتحديدا مجموعة النادي الأهلي المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا تم الاستقرار بشكل رسمي ونهائي على الموعيد الرسمية من قبل الاتحاد الإفريقي مع الأندية والاتحادات لكل المشاركين في دوري الأبطال المجموعة الثالثة اللي الأهلي بيشارك فيها مع أستاذ أبيتجان وشباب بولزداد وأورلانتو بايرتس الجنوب إفريقي نسترد مع بعض جدول الموعيد الرسمي والذي تم اعتماده في الساعات القليلة الماضية الجولة الأولى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الآلي يواجه أستاذ أبيتجان على أستاذ القاهرة الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة وإحنا من حوالي أسبوعكم نقول لحضراتكم أن كولر طلب أن تكون لمباراة الآلي في القاهرة تكون الساعة 6 فده بشكل رسمي خلاص تم الاستقرار أن ماتش الآلي وأستاذ أبيتجان على أستاذ القاهرة الساعة 6 في نفس اليوم يوم الثلاثاء 26 نوفمبر في الجولة الأولى شباب بولزداد الجزائري هيستضيف أورلانتو بايرتس الجنوب إفريقي على ملعب 5 جوليا الساعة كام؟ الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة طب الجولة الثانية الأهل هيسافر جنوب إفريقيا يلعب في جوهانسبرج يوم السبت 7-12 مع أورلانتو بايرتس المباراة هتكون الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة في نفس اليوم استاذ أبيتجان على ملعبه فيليكس إفواني في أبيتجان هيستضيف شباب بولزداد الجزائري هتبقى المباراة الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة نروح للجولة الثالثة يوم السبت 14 ديسمبر استاذ أبيتجان هيستضيف أورلانتو بايرتس على استاذ فليكس إفواني في أبيتجان الساعة 6 مساءً ومباراة الأهل والشباب بولزداد تم تأجيلها بشكل رسمي هي جولة الثالثة على استاذ القاهرة لمباراة الأهل وابلزداد ولكن تم تأجيلها والموعد الأقرب لإقامة مباراة الأهل والشباب بولزداد في القاهرة يوم 22 ديسمبر عقب عودة الأهل من قطر نتمنى بإذن الأهل يقعد في قطر ليوم 18 ويلعب الفاينال أمام ريال مدريد يوم 18 ديسمبر على استاذ لوسيل ولكن بمغرد العودة الأهل بعدها بـ 72 ساعة هيلعب مع شباب بولزداد المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة على استاذ القاهرة الدولي دي الموعيد الرسمية اعتمدها وسجلها عندك من خلال شاشة قناة الأهل بنقولها لحضراتكم بعد الاعتماد الرسمي وارسلها بشكل رسمي لكل الأندية المشاركة في دور الأبطال وتحديدها نركز على مجموعة الأهل في دور أبطال إفريقيا طيب ده دور الأبطال طيب الآله لما يسافر قطر هل الموعيد تم الاستقرار عليها؟ تم الاستقرار عليها أنا أقول لكم الآله يلعب في قطر الساعة كان بتوقيت القاهرة يلا بنا نروح مع بعض عشان نكشف عن موعيد الآله في مبارتين فيفا إنتر كونتينيلتل في قطر على كاس التحدي الآله يلعب يوم 14 ديسمبر مع الفائز من درب الأمريكتين وباتشوكا المكسيكي على ملعب 9-7-4 المباراة هتكون الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة سجل عندك التوقيت ده يوم 14 ديسمبر الأهل هيلعب في قطر الساعة 6 بتوقيت القاهرة طب إذا ربنا قرمنا ولوصلنا الفاينل أمام ريال مدريد على كاس انتر كونتينيلتل يوم الأربعة 18-12 مع الريال على استاد لوسيل الماتش هيكون الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة سجل عندك التوقيت ده وده توقيت تاريخي مش هننسى أكيد بإذن الله إذا وصلنا للفاينل ولعبنا الريال ضربة البداية والانطلاق أمام الريال هتكون الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة إذن الأهل لما يلعب في قطر يوم 14 هيلعب الساعة 6 بتوقيت القاهرة ولما يوصل فاينل مع الريال هيلعب على كاس انتر كونتينيلتل الساعة 7 بتوقيت القاهرة سجل عندك في الأجندة حط التواريخ وسجل الموعيد واعرف من دلوقتي الأهل هيلعب في أفريقيا إمتى وفين والساعة كان ولما يطلع على قطر مع الفيفا هيلعب إمتى وفين والساعة كان حكام المباريات قريب جدا قبل نهاية الأسبوع هنكشف لحضراتكم حكام كل المباريات دي سواء دور الأبطال مع الاتحاد الإفريقي أو مباريات الفيفا مع الاتحاد الدولي توقف التحكيم اللي هيتم الاستقرار عليها بشكل رسمي في الفترة اللي جاي ترجمة نانسي قنقر